زوجة قتيل كفر الشيخ وزعت شرباط على روحه وامه طالبت ببراية المتهم ووقفت الام منهارة بكت قدام القاضي بحرقة كان قلبها بيطقط على ابنها اللي مات لكنها طلبت حاجة غريبة جدا من القاضي قالت له يا سيادة القاضي انا عاوزة المتهم يطلع براقة مش عاوزها يتحبس ولا دقيقة واحدة مرات القتيل هي السبب هي اللي خلت الاخوات يرفعوا سلاح على بعض انا خسرت واحد وماليش حد في الدنيا غريبني المتهم دلوقتي سبتمبر السنة اللي فاتت تحديدا في قرية إسحاقة بمحافظة قفر الشيخ كانت عربية الشرطة في كل مكان والناس ملمومة قدام بيت في القرية الهدية ووصلت عربية إسعاف عشان تنقل جسد طالحة اللي تقتل وسط الشارع بعد ما القاتل سدد له طهنة في صدره بسبب اعمال السحر اللي على حسب اقوال المتهم كانت مرات القتيل بتعملها له علشان تخرب بيت المتهم وبعد لحظات من ارتكاب الجريمة اللي الشارع كله كان شاهد عليها جري من المكان وهرب ومحدش كان عارف طريقه لكن وبعد استئذان النيابة اللي جات وعينت مكان الحادثة وبتتبع خط سير المتهم تم القبضة عليه وبموجهته أنكر نية قتل المجنة عليه وقال أنا عمري ما مدي إيدي عليه يبقى هرفح سكينة في وشه هقتله ده كلامي عالم ده حتى مني دمنا واحد وحياتنا واحدة ده احنا حتى مش بس إخوات ده احنا توقم يعني بنحس ببعض وما كناش بنفارق بعض الجاني بيصرخ ما قتلتوش الجاني وقف قدام وكيل النيابة وقال أنا ما قتلتوش الكلام ده ما حصلتش هو اللي كان معا السكينة وخبط نفسه وده كله حصل بسبب مراته هي اللي وقعت بنا احنا كنا بنحب بعض وبنخاف على بعض بس هي شوهت سمعت مراتي وبتعمل لي سحر عشان توقع بنا ده حتى قالتلي في مرة أنا مش هخلي وحدة اتعمر معاك في البيت علشان في الأول والآخر كل اللي حلتك يبقى لولادي بعد ما تموت اعترافات المتهم كانت مليانة مفاجآت وقال أنا رحت لأخويا علشان اعتب عليه واقول له احنا مناش غير بعض وبعد كده قلت له لو ملمتش مراتك عن مراتي أنا هزعلها وبعد كده لقيته دخل شائته وطلع تاني وفجأة لقيته مطلع سكينة من بانطلونه وحاول يضربني بيها قال أنا فاكر لحظة دي ما قدرش انساه كل اللي عملته أنا قلت له يا ابني ليه كده هنضيع نفسنا وفضل يهوش لحد ما السكينة عوارتني في درهاش مال اعترافات تفصيلية قد لبها القاتل قدام المحاقق وقال بعد كده أنا مسكتي ايده علشان أحوش عن نفسي وهو حاول يمسك ايده فشدي ايده بالعافية فرشأت السكينة في صدره وحصل اللي حصل مرات أخويا لما شافت كده يا التهميتني بقتله بسبب المشاكل اللي بيننا أخويا فاتحي كان شاهده معاه واحد اسمه محمود شحاتة شافه كل حاجة أنا ما كانش قصدي بس أنا لما شفت الدم والسكينة رشأة في جسم أخويا مقدرتش أمسك نفسي خفت يا التهموني بقتله فخدت بعضي وجريت وسبت البلد كلها والمحافظة كمان وروحت استخبيت في مدينة المحلة وكررت أروح أسلم نفسي لكن اتقابض علي قبل موصل لإسمه نفى المتهم خلال التحقيقات حمل سلاح وقال إن هو كان مع القتيل أنا معرفش عنه حاجة هو كان شاهد السكينة معاه في البنطلون ولما راح المتهم المحكمة ووقف قدام الهيئة قالي يا سيادة القاضي أنا تجوزت ثلاث مرات بسببها ما كانش في واحدة بتعمر معاه حرام دا ولا حلال أنا بن قدم برضو عايز عايش حياتي زي الناس أنا معملت لهاش حاجة علشان تعمل فيها دا كله أنا واخوية طرق عمرنا كتفنا في كتف بعض منها لله خربت بيتي وكانت السبب في موت أخوية توقف أما والد المتهم والمجن عليه فانهارت قدام المحكمة وقالت يا سيادة القاضي أنا أمه مكوية وعيالي واحد مات والتاني محبوس وقالت أرجوك سيب لي واحد فيهم أنا ابني ما كانش يقصد يقتل أخوه كانوا قريبين من بعض وبيحبوا بعض لكن منها الله العربة اللي داخلت حياتنا هيا سبب المشاكل دي كلها كانت بتشتم خجزها بألفاز صعبة وقالت الأم وهي بتعيط لرئيس محكمة جنايات كفرشيخ يا سيادة القاضي عيالي بيحبوا بعض وما كانوش بيتفرقوا منها لله مراد طلحة هيا اللي عملت كده فيهم وكانت بتشتمني وتقول لي والله لا حارك عليه القاضي سمع كلام الأم لكن المستندات اللي قدامه بتقول غير كده كانت بتأكد أن المتهم ارتكب الجريمة مع صبق الإصرار والترصد ومن خلال الأوراق اللي قدامه واللي بنت المحكمة عليها عقادتها أصدر قاضي الجنايات حكم بإحالة أوراق المتهم للمفتي وهنا صرخت زوجة القتيل ربنا جبرني ونصفني وهوزع شربات وقالت الأرمالة والدة جوزي زعمت أن ابنها المتوفي كان شارب حشيش وده ما حصلش الحمد لله الحق انتصر والمحكمة قررت إحالة توقم جوزي للمفتي وإن شاء الله هوزع شربات في القرية كلها أنا ساعة الجريمة دموعي جفت وما قدرتش عيط حزني كان في قلبي لكن دلوقتي هعيط على جوزي بعد ما ربنا جاب لنا حقه الستة ما كانتش مصدقة نفسها كانت منهارة من الفرحة بالقرار وقالت إنها تركز بقى على تربية ولادها وطلبت ربنا إنه يصبرها ويقف معه علشان تقدر تعلم ولادها وتكون لهم الأب والأم وتبين من قرار إحالة المتهم للجنايات أنه قعد سلاح أبيض أي سكين وتوجه إلى شقيقه بمحل تواجده بمسكنه وعندما شاهده عاجله بطعنة من السلاح الأبيض الذي كان بحوزته فيما وجهت له النهابة اتهاما آخر بإحرازه سلاح أبيض أي سكين والمستخدم في ارتكاب الجريمة وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة كنت معيكم أنا محمود عبدالله استنونا في حلقة جاية كتير على منصات موقع الحادثة سلام